خلينا كمان نشوف رد الفعل من المملكة العربية السعودية ووفقا لبيان الخارجية السعودية تعرب وزارة الخارجية هنا بتكلم عن المملكة العربية السعودية تعرب وزارة الخارجية السعودية عن بالغ خلق المملكة العربية السعودية جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وتدعو كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب وتؤكد الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين لا سيما في هذه المنطقة بلغة الحساسية للسلم والأمن العالمي وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها ده بيان وزارة الخارجية السعودية